جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم نبدأها من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها نسخة جديدة من واتساب لمستخدمي آيباد من المنتظر أن تطلق واتساب إزدارا جديدا من التطبيق الخاص بمستخدمي الآيباد وواتساب هو تطبيق للتراسل الفوري يشتغل على هواتف آي او اس والأندرويد وويندوز فون وبلاك بيري لكنه غير متاح على الآيباد والآيبود نطالع مشاهدين من صحيفة الأيام البحرانية الهواتف النقالة تحمل بكتيريا أكثر من دورات المياه كشفت دراسة الحديثة أن الهواتف النقالة تحمل بكتيريا أكثر بعشرة مرات مما هو موجود في غالبية مقاعد دورات المياه أوضح الباحثون أن هناك أسباب لهذا الأمر منها أن غالبية الأشخاص يحملون الهاتف الذكي طوال الوقت في العمل وأثناء انتظار طابور الدفع وفي عيادة الطبيب وبعضهم يحملونه حتى داخل الحمام واخترنا لكم من صحيفة الشرق الأوسط كاميرات السيارات مفيدة في تحقيقات حوادث السيارات أكدت شركة لتحقيقات حوادث السيارات في بريطانيا أن استخدام كاميرات الفيديو المخصصة للسيارات زاد بنسبة 285% منذ عام 2015 وشارت إلى أنها أصبحت ضرورة في تحقيقات الحوادث المرورية وأنها مفيدة لأصحاب السيارات والشركات التأمين صحيفة النهار اللبنانية عنونت بين صفحتها لهذا اليوم مشاهدين أول مركزا للشرطة يعمل بالذكاء الاستناعي بديلا من البشر أعلنت الصين هذا الأسبوع أنها تقوم حاليا ببناء مركز للشرطة يعمل بواسطة الذكاء الاستناعي وليس البشر على أن يفتتح المركز في مدينة وهان في وسط الصين ويبدو أن هذا المركز صمم لخدمة المسائل المتعلقة برخص القيادة والسيارات والمركبات ما يجعله يشبه إلى حدن كبير دائرة إدارة المركبات أكثر من كونه مركزا للشرطة وختاما من صحيفة اليوم السابع المصرية رسالة من عام 1992 تكشف تخوفات العلماء من تمار الأرض نشرت رسالة عبر الإنترنت يعود تاريخها إلى عام 1992 أصدرها أكثر من 15 ألف عالم من جميع أنحاء العالم لتحذير الإنسانية بالأخطار التي تواجه الأرض وتهدد مستقبل البشرية وكوكب الأرض مثل تغير المناخ وإزالة الغابات وفقدان إمكانية الحصول على المياه العذبة